موسيقى طيب الله وقاتكم أعزائي المشاهدين الكرام ومرحبا بكم إلى موجز الأخبار تلقى فخامة الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من قائد اللواء الثالث عمالقة عبد الرحمن اللحج الذي اطلع فخامة الرئيس على مستجدات الأوضاع الميدانية والبطولات التي يشترحها أبطال ألوية العمالقة في مختلف المواقع والجبهات ومنها جبهة الساحل الغربية التي تشهد عملية عسكرية لتحرير مدينة الحديدة من مسلح ميليشيا الحوثي الإنقلابية وأشهد فخامة الرئيس بالملاحم البطولية وتضحيات الجسيم التي يقدمها أبطال ألوية العمالقة ومنها اللواء الثالث عمالقة للتحرير ما تبقى من مدينة الحديدة وتطهيرها من عصابة التمرد والانقلاب ميليشيا الحوثي الإيرانية والانتصار للوطن وشرعية الدستورية وقال فخامة الرئيس أن هذه التضحيات والدماء الزكية التي تقدمها ألوية العمالقة والمقاومة التهامية ومختلف حماة الوطن وبدعم سخي من أشقائنا في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة فاعلة من دولة الإمارات ستظل خالدة في ذاكرة شعبنا اليمني لأنها ترسم معالم مستقبل اليمن الجديد وتضع حدا للكهنوت ومن يواليه محملا قائدا لواء الثالث عمالقة نقل تحياته إلى جميع الأبطال في الميدان من قادة وضباط وأفراد ومقاومة باسلة ومترحما على أرواح الشهداء ومتمنيا الشفاء العاجلة للجرحة بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومؤساة في وفاة الإعلامي القدير حسين محمد بازياد بمدينة المكلة وأشهد فخامة الرئيس بمناقب الفقيد ومكانته الإعلامية التي تبوأها مؤكدا أن اليمن خسر إعلاميا متميزا كان له حضورا بارزا منذ أكثر من ثلاثين عاما وعرب فخامته عن بالغ الحزن والأسى لرحيل الفقيد سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يرهم أهله وذويه الصبر والسلوان بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومؤساة في وفاة عضو مجلس النواب السابق عبدالله علي سرحان الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وأشهد نائب الرئيس بمناقب الفقيد وأدواره الاجتماعية والسياسية والوطنية وما عرف عنه كرجل للخير والبر والحكمة والتوافق والسلام وعبر نائب رئيس الجمهورية في البرقية عن أصدق التعازي والمؤساة لأسرة وأقارب وزملاء الفقيد سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها نحو مدينة الحديدة مسنودة بطيران التحالف العربي لدعم الشرعية حيث أصبحت الاشتباكات على أشدها في الوقت الذي تقترب فيه قوات الجيش الوطني من جامعة الحديدة والسجن المركزي وحي الربصة وهيئة تطوير تهمة جنوبية المدينة وضافت المصادر أن الفرق الفنية لنزع الألغام انتشرت في عدد من المناطق التي تم تحريرها وشرعت في تطهيرها من ألغام الميليشيات كما لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوث الإقلابية مصرعهم وأصيب آخرون أثناء قيام مجاميع من الميليشيات بمحاولة تسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني في منطقة كيلو 16 حيث كانت قوات الجيش الوطني لهم بالمرصاد في غضون ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية استهدفت بها تجمعات للميليشيا في مديرية الحالي جنوب مدينة الحديدة أسفرت عن مصرع عدد من عناصر الميليشيا وتدمير آريات قتالية تابعة لها سقط قتلى وجرحى من عناصر ميليشيات الحوث الإقلابية في كمين محكم نفذه أبطال الجيش الوطني بالقرب من مركز مديرية باقم شمالي غرب محافظة صعدة وقال مصدر عسكري أن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من استدراج مجموعة من عناصر ميليشيات الحوث الإقلابية إلى كمين محكم في سلسلة أبواب الحديدة المطلة على مركز مديرية باقم وأكد المصدر أن عددا من عناصر ميليشيا الحوث الإقلابية سقطوا ما بين قتيل وجريح فيما لاذا من تبقى منهم بالفرار مخلفين أسلحتهم وجثث قتلهم صدت قوات الجيش الوطني عدة هجمات لميليشيات الحوث الإقلابية في عدد من جبهات محافظة تعز حيث تمكن الجيش الوطني من صد هجمات للميليشيا في جبهات غربي تعز تركزت معظمها في محيط معسكر المطار القديم وجبل هان ومناطق مدرات والصياح وحضران وموكنة وفي السياق استهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات للميليشيا في منطقة حضران والربيع كانت تستعد للهجوم على جبل هان ما أسفر عن مقتل ستة من عناصر الميليشيا وإصابة آخرين إلى ذلك دارت اشتباكات عنيفة في منطقة القلعة وجبل الحصن بجبهة مقبنة وذلك إثر هجوم للميليشيات الحوثية الإقلابية تمكن خلالها الجيش الوطني من التصدي للهجوم ودحل الميليشيا وتكبيدها خسائر في العتاد العسكري تمكنت قوات الدفاع الجوية الملكية السعودية من اعتراض وتدمير صاروخ باليستية أطلقته ميليشيا الحوثي الإقلابية من داخل محافظة صعدة دون أن ينتج عن اعتراضه أي تأصابات وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيدة الركن تركي المالكي أن الصاروخ أطلق باتجاه مدينة نجران بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان وضف أن هذا العمل العدائي يثبت استمرار تورط نظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة في تحدي واضح وصريح للقرارات الأممية إلى اللقاء اشتركوا في القناة